أنا دايماً بيبقى عندي سؤال محيارني في الحقيقة فعمليات اللي حالي بيتكلم عنها اللي هي مرتبطة بهذا النوع من النوعية دي من الإرهاب ومداعش دول عندهم أي حسابات سياسية حقيقية يعني عملية زي دي بتحصل النهار ده إحنا في مرحلة منقشة للتعديلات دستورية ما تعمل مش التحديد دول لكن إحنا على بعد أيام يعني أو فترة قليلة قبل ما يبقى فيه استفتاء فعلا وفي نفس الوقت عندك رئيس موجود في واشنطن بيكلم عن الإرهاب ومواجهة الإرهاب الناس دي لما بتعمل عملية زي دي بتبقى حتى فكرة التوقيت في حسبانها؟ حتى التوقيت بس الحقيقة في الفصل ده أو في عملية النهار ده لا يعني بعيد كل البعد عن هذه المساحة ولذلك حتى قبل الهواء يعني عرضت على حضرتك البيانات الصدرة من داعش الحقيقة إن صدر من قيادات التنظيم في سوريا أو في العراق أيا كانوا موجودين فينا على المنطقة الحدودية ما بين الدولتين صدر تعميم يعني بيان بيعمم على كل عناصر التنظيم كل فروعه بإلحاح وبتوجيه على ارتكاب عمليات إرهابية بقدر المستطاع ونشر هذه العمليات ولذلك سميته فصل جديد إحنا قدام قدر من الشزايا أو يمكن تسميته بالشزايا بعد التفجير الكبير اللي حصل بالنسبة لهم في سوريا ولذلك يعني أسموه ده اللي إحنا بتكلم محرك فيه بقى إلا بتاع سانا مثلا أنا وإنت تحديدا طبعا طبعا يعني ولذلك أسموه إثباته جمود يعني ضمن غزوة السقر للشام جنود الخلافة يسيطرون على آه بيبوطها بسوريا ويقتلون بزبط ده عنوان البيان يعني ده عنوان البيان بتاع سينة وده عنوان البيان بتاع ليبيا ضمن غزوة السقر للشام لولاية الشام هو كده بيقرب هرزمته في سوريا آه طبعا آه طبعا هو بيقرب ده والحقيقة يعني مش عايزة أقول تزامن لكن يعني قادر أشوف المشهد ده أنا لفت انتباهي عملية مينبش جدا وقفت قصادها أنا بقى لي ثلاث أسابيع بكت الحلقات خاصة بداعش والعجلة في إعلان وفاته وقفت قدام دوت وشفت كتير جدا من ملامح الثقر اللي بيحاولوا يرتكبوه الحقيقة عندهم قيمة كبيرة جدا من من هم على لائحة الثقر للتنظيم على رأسهم الأكراد بالطبع لأنه هم كانوا العصى الحاسمة في القضاء على التنظيم عندهم قوات التحالف في سوريا عندهم قوات الأمن في العراق عندهم النهاردة هو داخل على سيناء بيحاول يقول أن أنا كمان مش هعمل ثقر داخلي في ساحة المعركة لا ده أنا قادر أعمل في سيناء بيذهب في نفس اليوم في ليبيا هو ده عامل التوقيت اللي احنا بنتحدث عنه لكن الحقيقة هو في الفصل ده فصل الشزايا الإرهابية دي لا هو بعيد شوية عن مسألة المعادلات السياسية اللي كان بيرتكبها قبلا لا بيقول أنه موجود يعني بيحاول يقول أنه موجود ومحاولة إزاء ومحاولة إصارة رعبة لدى المواطنين في ليبيا هو دخل على فكرة على حاكم المحلي لمنطقة الجفرة القاضي المحلي وقام باغتياله وهدوا المبنى برضو شكل من أشكال فرض الفزع لدى المحيط الاجتماعي والمحيط السكاني اللي موجود علشان تبقى عملية مسماعة يعني ربما لم يتوجه أيضا لقوات الجيش الليبي رغم أنه هو بيأخذ معارك وخلاله وخصمه مباشر وخصمه مباشر وكذا لا هو ذهب برضو إلى مساحة أو إلى نمط تعمل صدى كبير جدا بين الأهالي علشان دعاية علشان الدعاية إنه دعش مستمر إنه دعش مستمر وإن مساحة الخوف لسه موجودة الكلام دوت بيشحن بطاريات العناصر بتاعته اللي موجودة لذلك أنا أتوقع أنه إحنا خلال الفترة القادمة ربما نجد انتشار كتير ومحاولات للعمل الأفقي يعني النهاردة نتكلم في عمليتين في يوم واحد واحدة في شمال سيناء واحدة في وسط ليبيا يعني بكرة ممكن يكون في أماكن أخرى الأسبوع القادم ده يعني أظن الأجهزة الأمنية في الفترة القادمة مطالبة أن هي تكون على درجة عندها السيناريوهات دي بالطبع لكن على درجة عالية من إنه جات مرحلة التطبيق بخصوص فلول دعش بزرط أو الحارجة وشظايا دي ده لفظ المصطلح دقيق بزرط أنا بشك عالك شكرا